لم نخرج من ذلك الفكر البالي هو تعيين رئيس اتحادية أو رئيس وعضاء مكتبه ثم نقدمهم للجمعية العامة من أجل الحصول على التزكية ما يحدث اليوم مرة أخرى فضيحة إهانة لبلد بحجم قارة وهو الجزائر كلنا نعلم طريقة التحضير لهذه الانتخابات وكأن السلطة العمومية رفعت الرأي البيضاء أمام تعند وتمرد المكتب الحالي أو المكتب المنتهي عدته بقيادة خير الدين زدشي لماذا؟ لأنه في النهاية ما يعاب في نظر السلطة العمومية على خير الدين زدشي ليس حاصلته الأدبية والمالية الضعيفة ليس تسييره الهاوي ليس فشله في تبوء مناصب على مستوى الكافو والفيفا ليس التبذير أو تبديد المال العام ولشهداته آخر حصيلة مالية ليس إخفاء كل المنتخبات الوطنية عدد المنتخب الأول للفضل له لجمال بالماضي واللاعبين كل ذلك لم تراه السلطة العمومية على الأقل من حيث القوانين يعني قانون الرياضات يسمح لوزير شباب الرياضة أو السلطة العمومية لديميسا سون شارجي ديسبور أنه تحاسب من الجانب المالي تحاسب الاتحادات كل ذلك سقط والسلطة قررت تنحية زدشي لأنه أخطأ التقدير في قضية تتعدى الجانب الرياضي حين مثل الجزائر في جماعة العامة للكاف وصوت من حيث لا يدري على غلق الطريق أمام الصحراء الغربية